اشق عاد بواسل قواتنا الامن والاستقرار الى بلدة الاحمدية في الغوطة الشرقية وذلك بعد ان اجهزت على جميع اوكار وتجمعات الارهابيين في البلدة وقد افاد مراسل الاخبار الحربي طاهر حيدر الى الاحمدية انه تم القضاء على اعداد من الارهابيين وتدمير اسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم كما تمت السيطرة على اجزاء من بلدة الخامسية المجاورة لبلدة الاحمدية وتم اقاع العديد من الارهابيين قتلى ومصابين وتدمير ما بحوزتهم من اسلحة وذخيرة هذه القرية التي عانى اهلها الكثير كثير والكثير جدا من الارهابيين ورسهم الان بعد ان سيطر الجيش العربي السوري على هذه القرية تم تطهيرها من رسل الارهابيين وهنا لا بدنا ان نوجه شكر كبير جدا لأهالي الاحمدية الشرفاء الذين قاموا بادلالنا على المسلحين واماكن تواجدهم وتم التعامل مع المجموعات الارهابية قتل عدد منهم وفر العدد الاخر باتجاه دير سلماء ونعيد جميعا الاخر المواطنين بان كل مناطق الغوطة الشرقي سيتم تطهيرها بهمة ابطال الجيش العربي السوري وفي دمشق